في عودة جديدة للتوتر على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل نفذت مقاتلات الجيش الإسرائيلي يوم الخميس غارة جوية على مناطق في شرق رفح جنوب القطاع ما أسفر عن مقتلي فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فيما قالت مصادر في حركة حماس إن القتيل ويدعى عبد الكريم رضوان البالغ من العمر 38 عاما عضو في الحركة من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ ضربة جوية وقال إنها استهدفت مسلحين من حماس كانوا على وشك إطلاق بالونات مزودة بمواد قابلة للاشتعال لتعبر الحدود إلى إسرائيل حسب البيان هذا ويطلق نشطاء فلسطينيون بالونات مملؤة بغاز الهليوم وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة من غزة إلى إسرائيل وتسببت في إشعال حرائق بمساحة مزرعة خلال الشهور القليل الماضية على صعيد آخر أبدى الاتحاد الأوروبي يوم الخميس قلقه من قانون إسرائيلي جديد يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في البلاد وقال إنه سيعقد حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أوضحت في إفادة صحفية أن الاتحاد يعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وقالت لقد عبرنا عن القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق على حد قولها وكان الكنيسة الإسرائيلي أقر في وقت سابق من يوم الخميس قانون الدولة القومية المثير لجدل والذي ينص على إن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وذلك في ختام جلسة وصفت بالعاصفة مكرسا ما قال نواب عرب إنه تأسيس لنظام عنصري خاصة وأن القانون ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة لها مكانة خاصة هذا ويبلغ عدد العربي في إسرائيل حوالي 20% من عدد السكان البالغ 9 ملايين نسمة